اشتركوا في القناة اشارت اللجنة الى ان الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدا لامن مملكة البحرين واستهدافا واضحا لارزاق ابناء البحرين الذين يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين واوضحت ان مملكة البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الاقليمية التي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين ذكرت اللجنة ان التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة ناتجها البحرين مؤكدة ان هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها وضرب لكل اداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار واكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة الاجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية والمياه الاقليمية ترجمة نانسي قنقر